السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري إن شاء الله النهاردة هنعمل سمك الفليء المقلي بطريقة جميلة جدا هنعمل له خلطة بسيطة هتدي له لون وطعم كمان أرمشة يعني بعد ما نقليه في الزيت هنلاقيه مقرمش وطعمه هيكون خطير الطريقة سهلة قوي وبسيطة مش محتاجة وقت كتير ولا مجهود يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونقول باسم الله لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي بيشوفها الأول مرة أنا هستعمل نص كيلو من في ليه إشر بياض وإحنا بنجيبه بيكون الجزء اللي في النص أو الجزء بتاع البط نتخين شوية الجزء اللي عندي الديل بتكون الشريحة بتاعته رؤياء لو حبينا إن إحنا نستعمل الكمية كلها رؤياء ممكن إن إحنا نقسمها بالنص اللي هي الكتلة التخينة نقسمها مصين هبتدي دلوقتي في التدبيلة ومعايا معلقة كبيرة من الطوم المفروم ونص معلقة صغيرة مليانة من الكمون وبهارات السمك وربع معلقة من الكاري والبصل البودر ومعلقة صغيرة مليانة من الملح هستعمل بعد كده معلقة كبيرة من الخل وبحتاج للمونة كبيرة بعصرها دي كل الإضافات اللي أنا هستعملها مش فاضل غير الفلفل أنا هستعمل فلفل بارد لكن لو عندنا هريسة الشطة ممكن نضيف معلقة من هريسة الشطة بتدي للخلطة لون وطعم جميل جداً لكن أنا هستعمل الفلفل البارد معايا 3 قرون بس بحجم صغير يعني التلاتة دول يعملوا واحد بحجم كبير بعد ما فرمت الفلفل هخلط المكونات كلها مع بعض بعد كده هاخد من الخلطة دي معلقة كبيرة هركنها على جنب أنا هستعملها بعد كده في الكفر اللي هبطن به الفلفل لكن برضو هاخد منه جزء بسيط والخلطة دي دايماً أنا بضيفها على صلطة السمك لما بنعمل صلطة الخضرة بتاعت السمك بيكون طعمها حلو قوي لما بنضيف لها اللي هي الخلطة بتاعت السمك أو التدبيلة بتاعت السمك بعد كده بتابل الفلفل بالخلطة اللي احنا جهزناها بيقعد حوالي نص ساعة يعني نص ساعة كافية قوي إن السمك يتتبل لو سبنا أكتر من كده ما فيش مشكلة اللحم بتاع الفليه هيشرب التدبيلة برضو هيكون طعمه ممتاز بعد الفترة بتاعت التدبيلة ما تعدي ببتدي بعد كده أعمل الكفر اللي هنبطن به السمك أنا هعمل طبقة واحدة بس من الكفر هي عبارة عن عجينة في بعض الناس طبعاً أو الطريقة الأشهر إن إحنا بنبطنه بالدقيق أو بنعفره بالدقيق وبنقلي على طول لكن الكفر اللي احنا هنعمله دلوقتي ده بيدي للسمك الفليه طعم ولون وريحة جميلة جداً بحتاج لكوباية صغيرة من الدقيق وبضيف لها معلقة كبيرة من النشا بعد كده طبعاً هضيف لها حاجة تديها طعم ولون ربع معلقة صغيرة من الكوركم ونص معلقة من البابريكا وهضيف للدقيق معلقة التوم اللي احنا شيلناها في الأول والمعلقة التانية دي أنا هضيفها للسلطة هبتدي دلوقتي أضيف المية علشان الخليط يبقى عامل زي العجينة شوية لكن عجينة سيلة علشان طبعاً نعرف نبطن بيها الفليه المقدار بتاعي الدقيق بياخد قده مية لكن أنا هضيفه شوية شوية لحد ماوصل للقوام اللي أنا عايزة أنا عايزة خليط يكون تقيل لكنه سايل يعني مش خفيف قوي علشان يمسك على الفليه من بره كده الخليط جاهز ما ننساش برضو ان احنا نحط مع الخليط ده نص معلقة صغيرة من الملح علشان الكفر اللي بره ما يبقاش دلع كده الفليه قاعد المدة بتاعته لحد ما التاب الكويس هبتدي دلوقتي ان أنا أنزله في الخلطة اللي احنا عملناها او الكفر اللي احنا حضرناه وهقلب الفليه في الخليط من الناحيتين علشان يتغلف كويس لو أنا طلعته على طبق بالطريقة اللي حضراتكم شايفين هكده هقدر ان أنا أنقله بعد كده على الزيت على طول لكن ممكن الكفر ده أغلبه ينزل على الطبق يفضل ان انا احط الكمية كلها زي ما هتشوفوا حضراتكم في الخطوة اللي جاية احط الكمية كلها بتاعت الفليه في الخليط على طول كده هو بيكون اتغلف خلاص واروح على الزيت على طول القطع اللي اطلحها من الخليط انزلها في الزيت السخن انا حطيت الكمية كلها في الخليط زي ما حضراتكم شايفين الطريقة دي طبعا افضل بكتير طبعا انا حطى الزيت من الاول على النار الزيت دلوقتي سخن هنبتدي دلوقتي نروح نقلي الفليه ونشوف شكله بعد ما هيتقلي وهنشوف الخلطة دي لون هيبقى عامل ازاي بعد ما تتقلي في الزيت الزيت قرب يسخن علشان اعرف انه سخن بنزله نقطة كده من الخليط اول ما بتعمل الفغذيع دي طبعا كده بعرف ان الزيت سخن ببتدي انزل قطعة الفليه على طول ميزة الخلطة دي ان هي مش بتخلي الزيت يتحرق على طول لان كفر الدقيق طبعا بيتحرق بسرعة كمان النقطة اللي بتنزل من الخلطة دي نقدر ان احنا نشيلها بعد كده بالمعلقة لان لو سبناها لو احنا عندنا كمية كبيرة من الفليه وبدأنا ان احنا نقلي كزا مرة ورا بعض الاجزاء الصغيرة دي بتتحرق وبتدي لون غامل للزيت فاول ما بتاخد اللون ده نقدر ان احنا نشيلها بكل سهولة والطريقة دي اسهل بكتير قوي من كفر الدقيق وبيعض الفليه يعني دقيقتين تلاتة بس وبيستوي طبعا هو بياخدش وقت كتير في السوة بيكون لونه دهبي جميل زي ما حضراتكم شايفين كده بقلبه الناحية التانية لحد ما بيستوي كويس من الناحيتين نخلي بالنا برضو ان الفليه ما يلزقش من بعض يا ما نحاولش نحط القطع جنب بعض علشان الخلطة دي او الخليط اللي عليه الحرف بتاعه ممكن هو يلزق مع بعض لونه دهبي زي ما حضراتكم شايفين واللون هنا واضح جدا لان الاضاءة عند الرخامة بتبين الوصفة غمقة شوية فاللون هنا طبعا واضح انه دهبي وجميل جدا بعد ما اخد اللون ده بطلعه من الزيت وبكمل باقي الكمية بنفس الطريقة طبعا حضراتكم شايفين ان الزيت نضيف جدا الكفر اللي عليه ما حرقش الزيت بعكس الديق طبعا فاستعمال الميا مع الخلطة او الديق اللي احنا هنبطن بيه السمك دي طريقة ممتازة جدا طبعا دي الطريقة اللي بيستعملوها دايما في محلات السمك لكن طبعا هما بيضيفوش المناكهات اللي احنا بنحطها في الديق ده شكل السمك من جوة مستوي جدا وطعمه جميل والكفر اللي بره كمان طعمه هايل والطريقة دي نقدر نعملها مع اي نوع في لي سواء اشربياد او في لي بولتي او بوري او اي نوع احنا بنفضله ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا لكن ما تنسوش لايك للفيديو السلام عليكم ورحمة الله